ما نزلتها يعني يعني ما حطت إليها على الموديل أو ها PDF يعني لا المصورة آه يعني PDF فايل هيك قصدي يعني ورق محاضرة كتابية هيك قصداك record record دكتورا طب إيش الفرق معاكم يعني لو كانت على الموديل ولا على المايكروسوفت لا دكتورا متسجلت المحاضرة الماضية آه ويها يعني ما هو أنا سؤالي يعني أنه لأ يعني أنتو لما تشوفوا المحاضرة بتشوفوها على الموديل ولا بتشوفوها بترجعوا على المايكروسوفت ما تفرق بأي مكان بس أنه ما يهادي طب ما تفرق لش بدأ نزلها على الموديل هي مسجلة هي ما نزلت هون على المحاضرة والله ما أنا فهم عليك يا غسان بتقول ما بتفرق وبعدين ما نزلت ما نزلت وين آه هون على التيمز مش نازلة آه غريب طب هياتها record يعني بعملها بكل مرة record ليش مش نازلة نادي كل مرة تنزل أما هاي تبعت من أول مبارح ما نزلت آه غريبة والله ما بحرف أنا يعني بس بعملها يعني تسجيل record بارد براجع براجعها أوكي طبعا إيش كنا نحكي يا غسان الهي تيردينيس والهوموجينيوس آه وأخدنا بجوز السؤال مش هيك؟ أخذنا أكثر السؤال اللي أنه فيه منقدر نعمله هوموجينيزيشن للعينة أور نت آه دكتور أخدنا صح وبعدين بعد ما خلصنا شو أخدنا؟ سامبلينج فريكوينسي سامبلينج فريكوينسي اللي هو بدنا أنه نحكي قديش فيه إذا كان في عندنا عينات قديش عدد العينات اللي لازم أنه نفحصها فيه اللي هي لو أن وصلنا وصلنا آه أو أخدنا خلينا نحكي لعند الالكتريك كوندكتيبيتي والالكلينيتي الالكلينيتي اللي حكينا عنها هي عبارة عن التوتال واتال هاردنس صح؟ مضبوط ولا لا؟ صح؟ طيب يلا قبل ما نكمل قبل ما نكمل اللي هي مثلا ايتمز اللي هي تقاس مثلا وانس اير يعني بس محتاجين أننا نتأكد من مثلا خلينا نحكي الصلاحية اللي هي وانس اير مرة واحدة خلينا نأخذ السؤال التالي طبعا هاي كلايات هتعتمد على برضو السامبلينغ فخليني أعمل هلا أبدي أعمل أنا شيرينغ هاي شير للبينت أوكي هاي شير يلا حقولي إذا بيّنت بيّنت البينت آه بيّنت يلا نكتب السؤال أوكي لو حكينا السؤال التالي زمي ما زمي إب الخلال هذا هو السؤال هذا هو السؤال is glass طبعا glass يعني اللي هي الكنتينر اللي منخزن فيها العينة would be suitable container for all samples if yes why if no why yes why لأنه ما بتتفاعل وممكن لأنه glass ما بتتفاعل مع ما بعمل reaction مع المادة اللي 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 بحفظها أوكي هاي مثلا يعني إجابة طيب مين في عنده رأي آخر لسه ما حكيناش صح أو خطأ يعني يا حسين مين في عنده إشي تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يلا في مثلا زميلكم حكي ياس وذكر يعني why يعني هي explain his answer explain his answer طيب مين بحكي غير هيك why كمان يعني مش شرط اللي حكي حسين صحيحة طيب مين بحكي نوع يعني without explanation من غير ما يفسر مين عنده إحساس إنه مثلا لا مش لكل السامبلز ممكن أستخدم أنا الغلاس دكتورة هس بالنسبة للزجاج هي يعني تكون جيدة للحفظ حيث أني أقدر أشوف كل إشي داخلها بالأحجام والنوعيات وكل إشي وكمان ما يعني أقدر أسكرها بشكل محكم وما بتنفذ الغازات بس في سيئة فيها ممكن أنه إذا مثلا وقعت أو انكسرت أو إشي ممكن أنه تطيع مني العينة فبالحالة هذه ممكن أنها تكون غير جيدة للحفظ بس أنه تكون سهلة الكسر سهلة الكسر هلأ طبعا أنه أنا مثلا يا زهرة أقدر مثلا أخزن في وعاء كونتينر يكون هذا ترانسبيران شفاف وقدر أشوف إيش في داخله هذا مش صحيح كيميائيا مفروض هاي من سنة أولى نكون عارفينها هلأ مثلا في مواد أنتوا بتلاحظوا مثلا في المختبرات في مواد وين بتكون بتكون عنا في أوعية زجاجية هاي البوتلز الأناني الكبيرة بيكون لونها بني بسميها الأمبرز كونتينر مشان مشان ما تتفاعل يعني ماشي الحال بحيث إنها تكون محكمة الإغلاق مين حكي إنه مثلا لو استخدمت أنا وعاء غير الزجاج إنه ما بكون عندنا محكم الإغلاق شو في أوعية مثلا منستخدمها مثلا مش إنها زجاجية لكن بتكون محكمة الإغلاق بطورة البلاستيكية البلاستيكية يعني هلا إحنا ما بنستخدم في المختبرات أوعية بلاستيكية محكمة الإغلاق منستخدم يعني هاي الأسباب اللي نذكرت إنه مثلا إنه لأنه منشوف من خلالها العينة وإنها محكمة الإغلاق يعني هاي مش أسباب صحيحة إحنا بدنا سبب صحيح طبعا إحنا ما نحكي مثلا إنه هل نستطيع إنه نعمل storage or not هلا شو أول إشي ما نفكر فيه إنه بدل إنها تكون إنها كونتينر يعني اللي هو إز أسيتو بالكنتينر إنه إيش يكون عنا إنه يكون اللي غلاس بالنسبة إلنا إنت صح؟ يعني اي كونتينر بدي أفكر فيه إنه أنا آآآ يعني أحط فيه عينة معينة إيش أنا إني كونتينر مش شرط إلي إيش إعننا الشرط الأساسي إنه يكون عنا إنه يكون إنت لا يتفاعل ما يسبب اللي هي حتى نقصان مثلا في إش معين عنا في العينة إحنا من بداية الفصل حكينا إنه مش دائما منستخدم اللي غلاس مش دائما منستخدم اللي غلاس في عنا مواد ما بنستخدم فيها الكلاس، زي إيش مثلاً؟ لازم نستخدم فيها مادة البلاستيكية، حكينا في بداية للمحاضرات يعني هاي بتعتبر هاي نوع من أنواع اختيار الكنتينر المناسب للعينة الموجودة في المختبر نوع من أنواع مثلاً الكنتينر المناسب للعينة الموجودة خارج المختبر إذا كانت الكمية مناسبة حتى إني أنا أخزنها هلا لو جيت مثلاً أنا حكيت لك أنه أنا في عندي اللي هي طبعاً سواء كانت المواد solution or solid لو حكيت لك if I have F- يعني أنا في عندي مادة وتحتوي على أيون الـ F- this is my analyte هاي الـ F- is my analyte هل الزجاج مثلاً بكون عندي مناسب إني أحفظ في F- or not يلا نشوف طبعاً هاي تجربة موجودة في الـ instrumental اللي بنعطيها للطلاب هل بتكون عندها هاي المادة محبوظة في أواني زجاجية or not اشتركوا في القناة لا تتحدث عن الزجاج، كيف عملية الزجاج على الزجاج؟ الزجاج من ايش بتكون؟ يعني شو بكون هو عبارة عن ايش الزجاج؟ عن الرمل؟ هو عبارة عن مادة سيليكات، يعني زجاج بالأخير هو عبارة عن مادة اللي هي سيليكات هلأ بهاي الحالة الـ F- بتتفاعل عنا مع السيليكات بتربط يعني فهاي العملية ايش بسميها هاي اللي هي بصير في عينتك عملية اللي هي adsorption adsorption ايش معناها؟ الامتزاز على السطح هلأ عملية الامتزاز على السطح بتزيد من الـ concentration للـ F- الموجود في الكنتينر ولا ما بتزيد؟ ما بتزيد، بتقلل، يعني بصير عندك الـ F- الموجود بالـ solution ينتقل من الـ solution لأنه لاش تأكدنا أنه solution لأنه F- ينتقل من الـ solution إلى سطح اللي هو ما يسمى الزجاج فبقلل الـ concentration اللي احنا بدنا إياه، وطبعا هاي بتفرق معنا كتير خصوصا إذا مثلا أنا بدي أتعامل مثلا بـ concentration اللي هي نانو جرام مثلا نفترض أو أي خلينا نحكي أي نانو لكل لتر منس ون أو لكل هذا لتر يعني بيكون الـ concentration لدينا concentration كتير قليل إذا يعني لو جيت أنا للإجابة بعد ما حطيت أنا هذا الـ example فمنحكي إنه هو السؤال بيحكي لك Is glass would be suitable for all all samples لو حكيت لك مثلا for some samples بنت تحكي لي yes لكن لما أحكي لك أنا for all samples يعني أنا حطيت الـ glass كأنه بالمطلق بدي أستخدم أنا الكنتينر فبقوا تكون إيش الإجابة الصحيحة؟ بتكون الإجابة الصحيحة الإية no No أوكي؟ الإجابة الصحيحة إيش بتكون بالنسبة إلنا؟ بتكون بالنسبة إلنا اللي هي عبارة عن no هلأ غير إنه مثلا جبنا أمثلة خلينا نحكي اللي هي على أساس إنه مثلا F- في عنا على فكرة كمان هاي خلينا نحكي عنها واحدة في عنا كمان اللي هي الـ inorganic matter بشكل عام يعني لو أنا جيت أنا أحكي بكم بدي أحكي أنا اللي هي الـ inorganic matter الـ inorganic matter على فكرة هي في إلها قدرة إنها تعمل اللي هي خلينا نحكي إمتزاز على اللي هي الأسطح في عنا كمان يعني اكتشفوا كمان أنواع من مين عندنا من الـ hydrocarbon متر يعني مش بس الـ inorganic كمان إيش بكون في عنا كمان بكون في عندك الـ organic يعني هاي كلها ممكن إحنا تعمل adsorption على سطح هذا الزجاج أوكي؟ هلأ إحنا حتى مثلا إذا بدي أنا حكينا ممكن إني أنا أقلل من هذا الـ adsorption بس مش للعينات اللي أنا بدي أخزنها يعني for storage لمدة طويلة لا لعينات مثلا بدي مثلا أحضرها أحللها يا اليوم يا بدي أحللها بكرة فشو بعمل أنا بأخذ هذا الوعاء الزجاجي يعني بغض النظر شو كان هذا الوعاء الزجاجي كبير ولله صغير وشو بحط حكينا فيه بنقى عطول الليل بـ HNO3 اللي هو بـ nitric acid هلأ nitric acid إيشو بيعمل؟ بيعمل desorption يعني بدأ ما تكون عندي الخاصية adsorption بس هاي عم اللي هي desorption ما بتكون عندنا forever لا بس لا اللي هي العين اللي أنا حطيتها فيها يعني مثلا بعملها مثلا اللي هي نقع لطول الليل وبعدين بغسلها بـ tap water وبعملها rinsing B اللي هي distal water وبحط فيها العين اللي أنا بدي إياها لكن بس مش لمدة هذا طويلة بحط فيها العينة مثلا بحطها في التلاجة خلينا نحكي افتراض وبعد ما بحطها في التلاجة مثلا بحللها بنفس اليوم أوكي يعني هاي حتى أتخلص مش من مشكلة اللي هي الـ adsorption of an organic matter لكن not for long time not for long period يعني إحنا بنحكي هنا السؤال إنه لما أجي أنا أعمل storage for long period أوكي أما بقولك أنا إذا أنا بدي أعمل storage for يعني اللي هي short period يعني فترة أصيرة وبعدين أحلل إني ممكن أتخلص من هاي المشكلة باستخدام HNO3 الـ hydrocarbon مين بعرف كيف ممكن أتخلص من مشكلة الـ adsorption إني ممكن أغسله بي اللي هما يسمى cleaning solution أوكي اللي هي هاي for the organic matter لكن for اللي هي اللي لو حكينا إنه long time لازم إذا كان فيه أي نوع من أنواع الـ adsorption أو أي نوع من أنواع التفاعل هاي إيش منحكي عنها؟ منحكي إنه لازم أنا أستخدم another type of container شو الـ another type of container؟ بس خلينا أحط إنه هذا for short time short period time مش مش على طول لا يعني بأخذ هاي العينة والسوري الـ container وبنقعه بالـ HNO3 لهو بكون عندي CONC وبعدين بغسله بـ tap water و distilled water وبعدين بحط فيه العينة يا بحللها بنفس اليوم يا بحللها تاني يوم فبشان هيك بنحكي إنها مش هاي الطريقة مش مناسبة للـ storage يعني إذا أنا for long time إذا بدأ جيب أنا عينة كبيرة وبدي أحللها على أو بدي أخزنها مثلا ما بستخدم هاي الطريقة شو مثلا النوع الآخر البديل للـ glass اللي ممش يعني إنه ممكن إنه ما يتفاعل البلاستيك 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 هلا إحنا ما بنحكي اللي هو البلاستيك بنحكي اللي هو البولي إثيليم أوكي يعني اللي حالينا نحكي إنه طبعاً هلا في صار عندك تطور على البولي إثيليم كنتينرز في منها كمان ممكن إنها تستخد.... تتحمل درجات الحرارة العالية صح؟ يعني هاي البولي إثيليم كنتينرز ممكن إنها تتحمل درجات الحرارة العالية ماشي الحال في حدا عنده اي سؤال هلا احيانا شو بصير في عنا احيانا بصير عنا برضو مشكلة غير عملية الادزوربشن هلا بنرجع للزجاج طبعا هاي اللي هلا احنا جاوبنا الاشي التاني اللي باباقدر استخدم فيه الزجاج يعني ليش بقدرش استخدم الزجاج الزجاج اللي هي الجلاس خلينا نحط فيه الو احيانا خاصية هاي الخاصية ايش بنحكي عنها بنحكي عنها ليتشينج اوكي فيه الو خاصية هاي الخاصية ايش بنحكي عنها بنحكي عنها it is ليتشينج ليتشينج يعني انها الاشي الملتصق فيه على السطح ايش بعمل بطلع لنا يعني كأنه احنا دي زوربشن اوكي نحكي عنها اللي هي دي زوربشن اختار دي عملية الترشي اه يعني انه اخراج خلينا نحكي او يعني خلينا نجيب انه هات دي دي سيز اللي هو اوار كونتينر لو حكينا انه بهذا الشكل طبعا هو لما ببدا يعمل عملية الليتشينج ما ببدا يعمل هيك هيك لحاله لا لازم يكون عنا معبأ بمادة معينة شو بصير بصير عنا يطلع اللي هي الايونز اللي هي بتكون عادة بتكون عندك متى الايونز الايونز اللي بتكون ملتصقة على سطحه اوكي مثلا زي مثلا ممكن حتى يطلع من الايونز اللي هو مصنع منها زي مثلا السيليكون ممكن يطلع مثلا الان اي ممكن يطلع اللي هو عبارة عن الكي اوكي اللي هو البوتاسيوم يعني أي نوع من أنواع الآيونات ممكن أنه يعملها عملية لدينا ليتشينج. ممكن كمان يطلع البي. أين راحا؟ أوكي؟ البي على فكرة هذا برضو من نعمله لما نحلل فيه. شو البي أصلا؟ أيوة انصر هذا البي. البورون. أيوة. فكرة ما منحلله هذا بأوعية عندنا زجاجية أو منخزنه بأوعية زجاجية. دائما تكون عندك بولياثيلين. برضو ممكن أعملها عملية ليتشينج. أوكي. حتى أتخلص من هذه الشغلة أن أعمل عملية ليتشينج. But not for. Long period storage. ها. Not for. إنه إيش بأعمله؟ بأعمل لهذا الزجاج. يعني كيف أعمله تريتمين؟ إني بأعمل له عملية acidification. أوكي. بأعمل لهذا الزجاج عملية acidification. يعني بالشرط دائما يكون في عندك عملية adsorption. ممكن يكون عملية adsorption. يعني اللي تشينج اللي هي adsorption. يعني اللي إيش اللي بكون موجود على السطح أو الملتصق على سطحه. طبعا هو لما ينحكي ملتصق مش يلتصاق. في بكون عندك اللي هو ملتصق بيكون عندك هاي الآيونات تكون رابطة بfunctional group. اللي هي المكونة لهذا الزجاج. بس بين بيكون عندك الانتر اكشن؟ بيكون على السطح. adsorption not absorption. في حدا عنده أي سؤال؟ في حدا عنده أي سؤال؟ هاي الآيبوكسي هاي نفسها البولياثيلي. نوع من أنواع البوليمرز. آه. يعني هي المكونات الأساسية. يعني شوف شو هي اللي هي من سميها الوحدة الأساسية المكونة للإيبوكسي. ايش هي؟ بوليمرز. آه أوكي بوليمرز. يلا. هلأ منيجي لاللي هي بدي. في حدا عنده أي سؤال؟ قبل ما نيجي. حدا عنده أي سؤال عليها؟ طيب. هلأ بدي نشوف نعمل stop للشيرينج. ونعمل sharing for اللي هو خلينا نشوف where is وتحكولي مبين ولا لا؟ بيّن عندكم? عادة طويل. مين. تابل. هذا تابل. آه very good. هلأ هذا التابل اللي هو أو خليني أحكي استنوا شوي. خليني إذا بدي أكتب أن أقوله للوارد استنوا بس شوي بالله لو سمحتوا. أوكي أرد أعمل sharing إذا بنا نكتب إشي. أوكي. بيّن. بيّن بجوزة. أعادة طويلة. أعادة طويلة. طيب. بريّ جود. خليني بس أعمل له maximization. اللي هو بتعلق بما يسمى اللي هو storage. اللي هو storage conditions for laboratory samples. يعني laboratory samples indoor or outdoors. Indoor. doors. Very good. يلا. هلا كيف أول إشي إحنا من storage حكينا كيف ممكن نختار containers. هلا ممكن هلا كمان من storage إني أنا بدي أختار اللي هي درجة الحرارة المناسبة for the storage of my laboratory sample. أوكي. كيف ممكن إني أختار درجة الحرارة for the storage of my laboratory sample. يلا نشوف الأولى. الأولى. الأولى اللي هي أول وحنا بنحكي عنها deep freeze اللي هي minus 18 درجة مئوية. deep freeze. شو بختلف في الفريز عن deep freeze? على فكرة هاي كمان بتكون موجودة عنا مثلا الفريزر اللي بيكون عادة مش مثلا إحنا فيه بنشتري هاته التلاجة هالفريج الفريزر اللي بيكون مرافق لهاي التلاجة بنحكي عنه freeze عادي يعني بأنه بيكون عنا بيجمد لدرجة حرارة معينة هلا فيه اللي هو الفريزر المنفصل يعني فيه عالم بتشتري مثلا مع التلاجة برضو فريزر لحاله من غير ما يكون مثلا متصل مع اي اشي نسميه deep freeze يعني درجة التجمد بتبعته بتكون عنا يعني قليلة يعني خليلة ايش يعني بال اللي هي اكتر من اكتر من اللي هي الفريزر العادي فشو منحكي احنا منحكي اللي هو ما يسمى deep freeze اللي هي minus 18 هلأ شو درجة الحرارة المناسبة للتخزين اذا كانت عنا عينات اللي هي التالية يلا هلأ اذا كان في عنا العينات الappropriate sample types اللي هي sample with high اللي هي enzymatic activity يعني بتكون عينات لها الانزيمات بتكون نشيطة بتظلها يعني عينات حيوية خلينا نحكي عنها فلازم ايش انه لازم انه نخزينها عند minus 18 اللي لو حكيت لك بتأخزينها عند minus 4 good or لا 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 دائما عفكرة العينات الحيوية تخزن عند اللي هي minus 18 وحتى عندنا اقل طيب هاي minus 70 اللي من اسمها انها في فريزر مثلا عادي بيعمل minus 70 لا دكتورة تكون ثلاجات طيب سوه الثلاجات هاي بتعمل minus 70 والغاية تفريج بيها يختلف ايش هو غاز التبريز دي هاي يختلف ولا ماسمعناش انه الانتو بالنيتروجين ودراي ايس ماسمعتوا بالدراي ايس شو دراي ايس يلا يلا ناشط واحد واحد يلا شو هو اللي دراي ايس يبعطيك درجات حرارة اللي هي بتوصل الى اللي هي 70 درجة مئوية كيميا ورايحين وجايين دكتورة ممكن انثلاجات الموتى والله يسامحك على هال مين اللي حكى انتكلم انا 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 نور والله يا نور انك انت يعني مش عارف والله يا دكتورة من كثر مهمة الموتى الله يرحمهم جميعا الله يرحمهم جميعا بس اكيد لا اكسيد الكربون بس حالة الصلبة ايش هو يعني اكسيد الكربون مين بحكي اه انا انا بعرف انك اسيل بس بقولي من الطلاب مين بقول اه انه هو اكسيد الكربون هل عن دكتورة هو صح يعني عن جد بحكي انا والله ايش هو انه عن صالب 70 انا بعرف انه ثلاجات الموتى بتكون انه درجة يا بنزل حلال ماس ماس يا لأ منك كيميا لو شمحكي خلاص خلاص يا سيد الكربون سيد الكربون صالب 70 طب خليني بس اعطي المحاضرة هلأ بس اعطيني اعطيني ايش اتفون باش اتغل عليه دكتورة اللي اعطي تبريد واغلي لا اعرف اش هو نايتروجين في عندك الانتو لا بس انا بس انا بس اعطيني ايش هل هو كربون منوكسايد ولا كربون دايوكسايد سيد الكربون سيد الكربون صح سيد هلأ هاي بنقدر نخزنها اللي هي بتكون عنا كونتينر يعني بتكون عنا حاويات اللي هي بتكون عادة على شكل أوفل اللي بتكون عنا على شكل اللي هو بيضوي فبكون عنا هاي بتكون مزودة بالغاز المناسب الغاز طبعا بتحول الى سبعين بتكون عنا تلاجات خاصة مش نفس التلاجات اللي احنا منكون عارفينها يعني أو منشوفها أوكي بتكون عنا اللي هي آز كونتينر كبيرة لكن بتكون درجة الحرارة بتكون فيها عنا كتير منخفضة يلا هلأ خلينا نشوف اللي هو شو ممكن اني انا مثلا اخزن اول واحدة اللي هي اللي هوا منسميهم الانزيمات الحيوية أوكي الانزيمات الحيوية يعني في طالب اسمه خالد ضيف الله المومني اكتر من 30 مرة ضيفته يعني كل ما اضيفه بطلع يعني هل معقول انه في مثلا هاي يعني هاي الشغلة يعني المشكلة يعني بدخل البرنامج اه وبرد بطلعيني مرة تانية طب ليش ما بطلعش الاداش المية وعشرين طالب اللي حاضرين يعني خلاص انا اضافة يطلع يدخل ويشتغل فيه هو بده يدخل ويطلع الواحد زي خالد من اول ما بدأت المحاضرة الى هلأ انقلوله يا زملائه من اول ما بدأت المحاضرة الى الان هو ادخله ويطلع هلأ ايش بحكي اللي بحكي البرنامج بعملي بس البرنامج سبحان الله ما بعمل ل120 طالب حاضرين الا الى وباستمرار اللي دخل وطلع ودخل وطلع ما خلص مش معه ولا ظني انا اقطع المحاضرة ارد ارجع ادخل الطلاب مش طبيعي الوضع يلا خلينا نكمل يلا شو كمان الابروبريت سامبل تايبس غير اللي هي بتكون عندك الانزيمات الحيوية تكون في دكتور مثلا هاي مكتوب عما حياته اللي هي شو البضائع القابلة للتلف زي ايش مثلا بضائع قابلة للتلف دكتور مثلا زي لقاح فيروس كورانا شو لقاح فيروس كورانا مثلا بيخزنه درجة حرارة سبع تحت الصفر سالب ممكن المنتجات الفضائية اللي هي بس مش كل اللقاحات اللي هي بيخزنها لمائنا السبعين صح مضبوط ممكن ايش ممكن المنتجات الغذائية ممكن المنتجات الغذائية ممكن اه في منتجات غذائية بتكون عنا بس يعني هي هاي بثلا نحكي عنها يعني من ندرة لانه احنا ايش منستخدم كمان يعني الادوية مثلا ممكن في عندك ادوية مش شرط عندك الانزيمات يعني المواد الغذائية عادة لما تقول ماينس 18 معناها انه انا بالبيت لازم اخزنها حتى استخدمها ماينس 18 يعني في بتكون قابلة للتحلل بشكل كبير يعني في مواد بتكون قابلة للتحلل بشكل كبير هاي ايش منحكي عنها هاي منحكي عنها انه لازم انتو خزن بماينس 18 اوكي دكتور ممكن انه العينات اللي بتتفاعل مع البكتيريا انه البكتيريا مثلا بتتفاعل معها عشان ممكن اه هاي بنسميها كلاتها اللي هي الحيوية اوكي بس تعطوني مثلا 5 دقائية او دقيتين اوكي بس دي تناتون اوكي يلا هلا اللي منسميها اللي هو Perry Chappell Goods Product اللي هي Stable Analyze بكون في عنا Analyze اللي بتكون الاستابل اللي بتكون اللي هي قليلة بتعرفوا كمان من الاستابلية القليلة اش اللي هو مثلا كاسيد النيتروجين بتكون ان الاستابل اللي هي كتير قليلة حتى مع التخزين اللي هو منسمي Deep Freeze ممكن انها تتغير من شكل الى شكل آخر. يعني حتى العينات الانفيرومنتال البيئية هاي لأنه ما نكونش عارفين إيش موجود فيها. فمنحكي إنه بصير في عنا اللي هو انستابلتي. يلا منيجي اللي هو الانابروبريت سامبل تايبس. يعني شو الأشياء اللي هي غير مناسبة إني أخزنها في ديبي بريز اللي هي ماينس تمنطاش درجة مئوية. هاي موجود عنا السامبلز ويذ اللي هي الكوفاي ذويينج معناها ذوبان. أوكي ذويينج معناها ذوبان. وفي عنا الاكوي السامبلز عفكرة الاكوي السامبلز عم فكرة كمان مش من اللي هي العينات اللي هي العينات المائية المستحب تخزينها عند من مينس 18 يلا هاي دي بفريز هلأ شوفوا مننتقل لأين من مينس 18 مننتقل لأربعة أوكي من مينس 18 إلى أربعة هلأ شو الفرق بين مينس 18 و أربعة هون بالفريزر هون منسميها الفريج أو الهيري فريجيريتور اللي هي عبارة عن التلاجة شو ممكن أخذين أنا بأربعة الأبروبيات السويل بري جود السويل آيوا بري جود رح أخذين اللي هو السويل الفريش فروت و الأكوية السامبل أوكي يعني حتى على فكرة اللي هي مثلا بنحكي لطلاب الماجستير أو بنحكي لطلاب الماجستير نفترض إنه حتى العينات اللي بيحضروها داخل المختبات إنه ما تخليها على البنش دائما وين بدك تخزينها خزينها في التلاجة ماشي الحال يلا هلأ منيجي لاللي هي الان أبروبيات فيش صوت دكتورا فيش صوت عزيزة دكتورا بقول فيه طيب هلأ في عندي اللي هي السامبل ويز بوسيبل انزايينميك انزايينميك اكتيبيتي يعني بتكون عندك اللي هي العينات الحيوية اللي إلها ماشاط معين مستحيل إني أنا أخزينها بالتلاجة وين بحطها بحطها في الديبي فريز أوكي يلا منيجي هلأ اللي هو إذا كانت يعني درجة الحرارة روم تيمبريتشر بس بين القوسين in the dark شو معنات in the dark يعني مش رح أستخدم لا الفريزر ولا رح أستخدم الفريتش بدي أستخدم الروم تيمبريتشر العادي بس بتكون in the dark يعني حرارة الغرفة بس غير معظم على الشمس غير معظم على الشمس زي إيه مثلا بتخزنوا أو لو أو لو سبحت تتسكر الماكريفون يلا زي إيش اللي بتخزنوا مثلا إيشي مثلا موجود عندنا في المختبر دائما نحكي للطلاب عندنا مادي إكويس لا مادي إكويس تحضر تحضر الـ AGCL الـ AGCL Very good الـ AGCL اللي هي عبارة عن مادة وإكويس ومش شرط إنه نخليها داخل التلاجهة لكن كيف تخزن تخزن بالي هي الامبر containers بتكون عنا اللي هي الزجاج اللي بيكون دارك وما منخليه حتى بره يفضل إنه يكون عنا في الخزانة ليش لأنه بيكون في عندك اللي هو تفاعل مع مين عنا اللي هي الفوتو انيرجي يلا نشوف هلأ إحنا عندنا هلأ السامبل dry powders اللي هي العينات اللي بتكون powder and dry شو الفرق بين dry powder والفرق بين السويل ليش هي بتكون السويل بالتلاجه والdry powder بتكون dry powder بتكون outside عشان ما بيكون بيحتوي على رطوبة بيكون كتير رجاف ففش في رطوبة عشان أنا يتأثد هلا السويل والdry powder both are solid بس السويل بدي أجيب ها بتكون محتوية على مواد أنا مش عارف شو هي يعني هل بتكون مثلا السويل بدي أجيبه pure silicate and carbonate يعني المكونات الأساسية للتراب مكونات الأساسية للصخور لا dry powder مثلا نفتر دفترات زي اللي هي البودرة طبعة الأطفال البودرة طبعة الأطفال ممكن إني أنا طبعا كل إشي إحنا بنعمل له عملية analysis أوكي اللي هي حكينا دائرة المنصفات والمقاييس في لها مختبرات مثلا في مختبرات quality control for food في عندك quality control for اللي هو الوود مثلا الخشب quality control for drugs يعني في كل عينات أو في for vegetables إلى آخر بتكون في عندك اللي هي مختبرات quality control العمليات فحص معينة يعني ما بإشي بيجي وبوصلنا من غير ما يكونوا ماخدين عينات عشوائية وبكونوا فحصينها قبل أنه نستهلكها حتى الملابس اللي هي الملابس حتى الأغطية هاي كليات هاي بدأ تكون لنا بتكون بالنسبة لنا اللي هي يجب أنه فحصها قبل عملية الاستخدام لعب الأطفال بفحصوها قبل عملية الاستخدام تخيل قداش في عندنا اللي هي مختبرات لعمليات فحص المواد التي تم استهلاكها من قبل الإنسان هلأ من ضمن الأشياء مثلا اللي هي بودرة الأطفال هل تعتبر هاي من ضمن dry powder عينات dry powder يس هاي بالنسبة إلنا اللي هي dry اللي هي powder حتى مثلا أدوات المكياج مثلا البودرة هاي اللي هي بالنسبة إلنا مثلا إحنا منستخدمها طبعا البنات والستات إلى آخر هاي هاي بتكون بالنسبة إلنا dry powder هاي منخزينها بالتلاج لا بس شو لازم يكون عندك التخزين غير عن يكون في عندك مواد كيميائية معينة لازم تكون التخزين التروم temperature in the dark طيب شو معنات الجرانيولز منيرالز يلا حبيبات المعادن أي والحبيبات المعدنية برضو هاي اللي هي منخزينها برضو في اللي هي روم temperature العادية بخزانات معينة ونكون حطين مثلا طبعا اللي هو labeling وفي عنا اللي هو stable analytes اللي هي الانالايت العادية chemical reagents اللي هي بتكون عنا ثابتة أعطوني مثلا مادة chemical reagents ثابتة at room temperature ومنستخدمها باستمرار ال NACL ال NACL يلا غير ال NACL فيه شي لسه أحسن من ال NACL احنا اخذنا في التحليلية بالتحليلية تتفاعل بتظلها stable شوفي عندنا مادة ينطبق عليها طبعا بتكون على شكل باودر وتكون المادة المادة بتكون عندنا سلد طبعا المادة الكيميائية السلد منوزن عادة بتكون على شكل باودر ما بتجي انت عند الميزان وبتحكي والله انا بدي اقطع بالسكينة اشي معين لا بتكون هي باودر اذا شفناها صلبة فتحنا العلبة وشفناها صلبة اعرف انه هاي يجب ان تخزن داخل اشي تاني مش اتروم تمبرتشر يعني مثلا زي ما حكت زميلتكم الناو مع مرور الزمر لما تفتح وبتلاقي زي كتلة واحدة اوكي كتلة واحدة لش انه متص الرطوبة هلا في اشياء كتير بنحكي او كلنا بنشوف مثلا انه في مواد كيميائية مثلا بتكون عنا مش انه لسلك يعني مش الدرجة النقاوة فيها عالية لما منفتحها منلاقي انها صارت زي ك انها تكتلت زي الحجارة بطلت باودر منعرف انه هاي لازم ان تخزن في مكان اخر لانها متصت الرطوبة شوف عندنا مادة كيميائية استخدمناها في التحليلية المختبر وكانت لها مواصفات عالية بحيث انها تكون انها تظلها دراي باودر اللي هي السوديوم كربونات سوديوم كربونات يعني قد ما رحنا عليها وجينا وهاي بتظلها اذنو از باودر طبعا لما يحكي لك ان دارك هل انا حطيتها في الخزانة لا ممكن احطها على البنش لكن البوتر اللي خزنت فيها عبارة عن مادة بلاستيكية غير شفافة تلاحظوا المواد الكيميائية لما تيجي انت بتكتصن على الميزان وتشوف المادة الكيميائية هل تخزن في مثلا خلينا نحكي وعاء بلاستيكي شفاف لا تخزن في اوعية بلاستيكية غير شفافة هاي ما بتخليها تتعرض للضوء ماشي الحال في حدا عنده اي سؤال طيب خلينا نخلص التابل الان الان يعني الاغذية الطازجة زي مثلا احكي لكم هل منقدر اني انا اجيب اللحمة سمك اي نوع من انواع اللحوم واحطه اتروم تمبريتشر واحكي انه هذا اللي هو جيد ستوريش فور ماي سامبل لا لانه ممكن يعفن او ممكن يعني يطلف اوكي هل ممكن اني اجيب مثلا بندورة واخزنها شوفوا مش لحمة بندورة نفترض اللي هي اتروم تمبريتشر ان دا دارك تخزين ستوريج مش استخدام يومي فور ستوريج هل ممكن لا مش ممكن لانه يعني مشان هيك هلها فور فريش فود يعني كل اللي هي الاطعمة الطازجة لا نستطيع انه نعملها عملية اللي هي ما يسمى تخزين اتروم تمبريتشر يعني بدنا نفكر هاي العينة حتى لو انا اعتبقت عليها جميع المواصفات شو ما كانت هل بقدر اخذنا في هاي درجة الحرارة ارنك يلا نيجي هلا لا ايش ما يسميه ديسيكيتر ودو مين باي ديسيكيتر اجفيتر اشوي اجفيتر اه الديسيكيتر اللي هو عبارة بتشفوه اللي هو بطرعا وعاء زجاج كبير بتكون اللي هي درجة السماكة له بتكون درجة عالية يعني لو تيجي انت للسماكة بتكون انها درجة عالية شفتوه في المختبر خليني بس انقل شوية اشوف بس ارسم لكم ايا خليني بس اعمل ستوب لهذا الشيرينج واعمل شيرينج اللي هي شفتوه شيرينج اجعل لكم شيرينج للبينت للبينت هلا يلا حكولي هلا لا دكتور برضو لا اه اجه اجه اوكي اوكي هلا كيف هده بتكون عندنا بهذا الشكل يعني هلا اذا حصل هلا ودخلت مختبر بس انك شفته دعونا ب vulnerabilities 有人 نحكي انه بكون انها بهذا الشكل هيك عفكرة وعاء كبير بهذا الشكل طبعا ممكن يكون عفكرة لانه بكون موجود في المختبرات بهذا الشكل وعاء كبير لكن عفكرة ممكن يكون كثير صغير بكون ممكن يكون بهذا الشكل اوكي يعني بس احنا في المختبرات المستخدمه بكون موجود على البنشات هيك لكن ممكن استخدامه بهذا الشكل هلا عادة شو بحطه هنا بحطه اللي هو مادة كيميائية اللي هي دراينج ايجنت اوكي هون دراينج ايجنت شو معنات دراينج ايجنت مادة لها قدرة على امتصاص الماء او الرطوبة طبعا الرطوبة عبارة عن ماء هلا شو بكون هنا في عندك بكون في عندك هنا اللي هو عبارة عن ديسك يعني بيغطي هذا الديسك بيغطي هاي المادة خلينا نحطه بلون مثلا احمر هذا بكون فيه الو مش انه بكون قطعة واحدة لا بكون فيه بورس يعني مخرم اوكي يعني بصير في عندك هذا القرص اللي هو المخرم ايش عنا بيجي فوق ايش بيجي فوق المادة هاي اللي دراينج ايجنت ومنجيب احنا المادة خلينا نحكي اللي هي اللي بدنا نحطها بتكون طبعا في كنتينر هاي المادة مثلا زي ايش بدي ااخد انا في عندي اللي هي مادة اللي هي اناليسكة لجريد ومسكرة الى اخره اللي هي الكي بي ار كي بي ار الكي بي ار البوتاسيوم برومايد اللي هو بستخدم في ال اي ار هلا هذا لازم يكون انه خالي تماما من الرطوبة وشو بعمل منسكر انه هذا اللي هو الديسيكيتور هلا الديسيكيتور خلينا نحكي انه هذا هو هو مفتوح بهذا الشكل طبعا السماكة بتكون ايش عنا عالية بهذا الديسيكيتور يعني مش ان بيكون من الزجاج الرقيق لا يعني بيكون نفس الديسيكيتور حتى لو كان صغير بيكون عندك اللي هو الويت معين متقيل هلا شو منعمل احنا بدي اجيب هلا اللون هادا منحط على اطرافه منحط اللي هو ما يسمى اللي هو زي الفزلين يعني يعني مندحن الاطراف بما يسمى فزلين ومنيجي لأيه انا بعلمكم الطريقة الصحيحة يعني هلا هادا اللي حطينا بيكون هادي على اطرافه مدهنة بي اللي هو زي الفزلين وبجيب انا الغطة هاي this is طبعا الغطاء غطاءه طبعا بيكون برضو خلينا بهذا الشكل طبعا بيكون فيه ها هذا الغطاء اللي هون هلا ما باجي انا مباشرة وبحطه مهي يعني فوقه يعني بيش زي مثلا كأنه اشي وعاء وبدي اغطيطي غطاء شو بعمل بعمل عملية سحب يعني بمسك هذا الغطاء وبسحب وسحب بهذا الشكل وبكون ضغط على هذا الغطاء يعني بحطه على الطرف الديسيكيتر هذه الفتحة وبضغط عليه اوكي وببدأ أسحب وسحب يعني ببدأ أخليه يغطي على الطريق السحب بصير في عندك الاتصاق هائل ما بين هاي المادة وما بين هي الحفة الداخلية لمين لهذا الغطاء بظني أسحب وأسحبه بهذا الشكل حتى يغطى يعني ما بجيبه بحطه مباشرة فوقه لا يعني بعمل جهد وأنا قاعدة بسحب الغطاء على هذا اللي هو الديسيكيتر فبصير في عندي اللي هو بكون هاي غطيته بهذا الشكل ها بعملية سحب عن طريق السحب مش مباشرة بحطه فبصير إيش عنا هادا محكم الإغلاق على ليش بعمل هاي الشغلة بكون عندي محكم الإغلاق يعني ما لا بدخله هوا ولا بدخله رطوبة إلى آخره أوكي هاي بيكون عندك اللي هي هاي صارت الـ KPR نفترض المادة شوفوا الـ KPR بتكون موجودة كمان في الوعاء بتكون هاي مادة الـ KPR موجودة في الوعاء ولسه أنا محكم الإغلاق كنتينر إليها محكم الإغلاق بيكون اللون لون دارك مش شفاف حتى برضه ما يصير عنا عملية اللي هو فوتوري أكشن هلا مع مرور الزمان بتصير هاي الحبيبات اللي دراينج إيجنت إيش مالها تسحب الرطوبة من أي إشي أنا بحطه يعني ممكن أنا مثلا بكون مسخنة أي إشي مسخنة مثلا سويل نفترض وبدأ أستخدمه حتى ما يرد السول يمتص الرطوبة وين بحطه بحطه في هذا الـ Dessicator هلا مين اللي بده يمتص الرطوبة طبعا هو محكم الإغلاق مشان ما يضل في عندي دخول للرطوبة أو الهواء داخله بصير لـ Drain agent يمتص إن الرطوبة الموجودة في المواد الكيميائية اللي أنا بحطها وين بحطها داخل هذا الـ Dessicator هلا كيف بدي أعرف إنه هذا الـ Drain agent خلص يعني زي السفنجة بظلها تمتص تمتص الماء حتى لا خلص توصل للسعة المكسمم بتغير لونه هناك مواد بصير لونه نهدي بنفسجي في مواد بصير على حمار في مواد مثلا بصير لونه أزرق يعني بكون أبيض حطيته أبيض ويتحول لأنه قاعد بمتص عندك الرطوبة يتحول إلى اللون الأزرق في مثلا مواد إيش بصير لونها بصير لونها أزرق على بنفسجي يعني يتغير اللون يعني ممكن أحطه أنا شو يكون عندك بيور اللي هو بتكون على شكل الحبيبات وبتكون هاي الحبيبات عندك بيضة بيضة مأحلاها مع الوقت بصير تنتص الرطوبة فبصير بتتحول إلى لون آخر وبصير لعملية سويلينج شو معنات عملية سويلينج متنتفخ يعني بتبطل الحبيبهية يعني نفس الحجم بتصير أكبر حجمها نتيجة لامتصاص الرطوبة يعني بتخزن الماء فيها هل هاي الحبيبات بكبها اللي هنا لا ما بكبها بجمعها في وعاء آخر بجيب وعاء آخر وبجمعها في إنها تكون موجودة هنا وبحط بدالها حبيبات جديدة إنها تكون عندك اللي هي بعرف من لونها إنها جديدة ما مضصتش رطوبة هاي إيش برد بعملها برد بعملها عملية هيتنج برد بسخنها مرة تانية هلأ إذا سخنتها ورجع لونها إلى اللون الأصلي اللي أنا سخدمتها فيه إذن هيك بكون أنا عاملة عملية ما يسمى ري جنريشن اللي هي إعادة استخدام مرة أخرى أوكي هاي إيش برح نحكي عنها اللي هي إعادة استخدام مرة أخرى في حد عنده أي سؤال على اللي هي الفنكشن تبع الديسيكيتر في أحد عنده أي سؤال طبعا أنا بهمني إنكم تعرفوا هاي الشغلات العملية لأنه إنت لو رحت على مختبرات هلأ وتدربت أو اشتغلت مختبرات معين لما تشوف الشغلة أو تشوف واحد عمل شغلة قدامك ما تستغرب أوكي يلا بنرجع لأين خلينا بس نخلص الجدول لأعمل شيرينج للجدول إذا ما أحد عنده أي سؤال اللي هي بتحكي عن الديسيكيتر اللي هي مثلا لإيش بستخدم الديسيكيتر بستخدمه اللي هي ما يسمى الهايكروسكوبك سامبل الهايكروسكوبك سامبل يبارى عن السامبل اللي إلها قدرة على امتصاص الرطوبة أوكي إلها قدرة على امتصاص الرطوبة هلأ هاي مين الان appropriate سامبل تايبس إني ما بحطها بالديسيكيتر اللي هي سامبل which are more هايكروسكوبك than اللي هي ديسيكين اللي هي مواد يعني بتكون إلها قدرتها على امتصاص الرطوبة تفوق قدرة الديسيكيتر إنه يخلصها من هذه الرطوبة أوكي يعني مش كل المادة بكون في إلها خاصية امتصاص الماء أو الرطوبة بحطها بالديسيكيتر بديكون عندك الديسيكيتر لحد معين من الامتصاص فقط هلأ في مواد بتكون عندنا more هايكروسكوبك more هايكروسكوبك ذان إني أنا أحفظها بي اللي هو اللي هو الديسيكيتر فبحطها في محل تاني آخر أوكي في حدا عنده أي سؤال حدا عنده أي سؤال بالله دكتورة ممكن تنزل فيديو آه هذا التابل التابل آه آه بنزلكم إياه يعني أي إشي باب بكون موجود مطبوع بنزلك اللي هو البيدي اف فايل في حدا عنده أي سؤال هاي من نعمل ستوب ركوردين دكتورة بس ملاحظة بسيطة امتي حال